ترجمة نانسي قنقر من جنبه قال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة في افتتاح الملتقى الأول لتطوير التعليم الجامعي قال إن الجامعة قادرة على قيادة عملية تطوير طرائق التدريس في البحرين والمنطقة مشيرا إلى أن الشراكة الدولية التي أبرمت بين الطرفين هي الأولى من نوعها في المنطقة والرابعة على مستوى العالم هذا وحصل عشرات الأساتذة في جامعة البحرين على شهادتي الزمالة والزمالة المتقدمة من الأكاديمية البريطانية بعد إنهائهم برنامج الدراسات العليا في الممارسة الأكاديمية الذي قدمته جامعة يورك سانجون البريطانية عقدت شركة مطار البحرين اجتماعا لمناقشة الترتيبات النهائية وجميع الاستعدادات لتسهيل إجراءات المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي خلال فترة استضافة سباق الفورمولا واحد وناقشت اللجنة كافة الترتيبات والخطط الموضوعة لتسهيل حركة المسافرين القادمين على الرحلات الاعتيادية والإضافية بالإضافة إلى القادمين على الطائرات الخاصة بشكل أكثر فعالية وفي هذا الجانب صرح رئيس العمليات بمطار البحرين الدولي مايكل هوهنبرغر أن البحرين منذ عام 2004 حاضرة وبقوة على المسرح الرياضي العالمي مع أكثر من 500 مليون مشاهد يشاهدون السباق مما يحفز الاقتصاد ويسهم في نمو القطاع السياحي والسفر المحلي مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يستقبل مطار البحرين الدولي من 10 ألاف إلى 14 ألف مسافر خلال فترة سباق الفورمولا واحد